السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحب بكل مشاهدين من جميع الحياة الوطن العربي من المحيط الخليج برحب بكم على قناة مصطفى امين على اليوتيوب هتكلم النهاردة عن زراعة البصل البصل من المحاصيل الشتوية اللي بيتم زراعتها ودلوقتي فترة ان البصل بيتم عليه سحب كبير جدا والاراضي المنزرعة بتكون مساعات محدودة فبيأثر على سعر البصل خاصة ان البصل يعني لا غنى عنه في اي مطبخ بالنسبة للبصل في مصر بيتم زراعته في الوجه القبلي بيكون في بداية شهر اكتوبر اما في الوجه البحري بيتم زراعته في شهر نوفمبر وفي شهر ديسمبر في اول ديسمبر بيتم زراعة الاول الارض بنعمل حوض لو احنا هنعملش ما اشتعل عندنا بنزرع حوض وبنزرع بالبزور وبعد كده بنعمل بعد حوالي خمسين يوم نقلع الشتلة وبيتم زراعته في الارض المستدعمة بنخطط الارض بالشكل ده نضم اربع خطوط في الاسابطين بالشكل ده المصطبة بتاعت الارض بيتم زراعة الشتلات بالشكل اللي قدامنا ده شكل البصل للشتلة بتزرع بالشكل ده عشان نقدر نتقلص من الحشائش اللي في الارض واهم حاجة ان احنا نحافظ على جزور الشتلة من التشكك وخاصة في بداية الزراعة بننضف الارض من الحشائش وبنصوم الارض بعد كده بنعمل عملية الري واهم حاجة في الري ان احنا بنحافظ ان احنا ما نغرقش ما نغرقش الارض علشان ما يقصرش على البصل بالنسبة للامراض الاول علشان نتجنب الامراض الخاصة في البصل ان لازم نكون الارض متأكدين ان ما فيهاش عفونا الارض ما فيهاش عفونا وكذلك ان الشتلة اللي احنا جايبينها نزرعها في الارض المستدامة تكون مفيش فيها امراض ولما بنجيب الشتلة بنضيف مبيد فطري في جردل وننقع المحلول او نقنع الجزور الخاصة بالشتلات في قلب المحلول علشان لما نزرع ما يكونش فيه اي عفونا تصيب الشتلة لما نزرعها في الارض وتنقل باقي العدوى للشتلات المجاورة لها بنسبق الارض ونعد الارض كويس بعد كده نزرع الشتلة بتاعتنا في الارض المستدامة بعد الزراعة بيتم تنقية الارض من الحشائش وان احنا نتخلص من الحشائش بالشكل اللي قدامنا ويكون البحرية نظيفة وكل الارض مزبوطة معانا بالشكل ده نجري على المية المية ننزل المية في الارض واما حاجة ما نخليش المية توصل لأعلى الخط من فوق علشان ما يقصرش على البصل البصل يشرب بالنشع من الخطوط وبتم الحصاد في اخر شهر تلاتة اول شهر اربعة بنشيل محصول البصل وربنا يصلح لجميع لو عجبكم الفيديو منسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان اوصلكم جديد الاشعارات كمان تدعمونا باللاقيك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة